جد أنا فعلاً من عشاءك دياب لأنه أنا بقف جداً عندك من أول مثلاً ما أنا تعرفت عليك قوي في كلبش يعني قلت مين إيه دا؟ وبعدين كنت إنت ليك أغاني وبعدين بددت إزاي وعملت إيه دي حكاها بقى هنتطرق لها ونحكيها لكن اللي أنا وقفه عنده قوي هو الشخصية اللي عملتها في تحت الوصاية صالح الرئيس صالح لو سمعت الرئيس صالح نقصف أه بعد يزنك بس شبدايق بس مع أسف أوه طاجي وبيسرق المراكب وحالته حالة بسر رئيس صالح له شرير فائع وله طيب فائع مظبوط هو ملعب كده أنت أول مرة حد يلعب اللعبة دي دي حقيقة احكيلي بص الحكاية كلها أنا أنا السنة دي مثلاً هجيبلك من البداية من قبل ما يجيري للمسلسل أنا السنة دي كنت ناوي ما عملش فيلين متضايق ويعني شبه ساقمت من إن كل حد عنده فيلين طبهت لنا دياب عشان الحمد لله ربعا طب عندي حاجة كويسة وكريديت كويسة إن أنا بقى يعني برزت في منطقة بقى يعني بقى لعب فيها وزي ما حضرك قلت يا جبتي فيها جوان وعملت فيها نجاحات كويسة فعندنا شوية ساعات فيه ناس بتستسل وشوية ساعات بيبقى نابع من ثقة يعني أرباب العمل في الشخص ده هقالينا الهدف المرجو يعني فجالي حاجة أو اتنين فيلين وكنت الترشيحي الأول فيهم يعني فيهم حد كان مكلمني ومخرج يعني نفسه أشتغل معه جدا وبحبه جدا وكلمني قبل ما يكتبه المسلسل يعني هو لسه تريتمينت لسه بيبيني وقال لي أنا عاية شخصية كبيرة فقلت له يعني أنا مش عايزة أعمل كالسنة دي يعني عملت كهة كتير لما جالي تحت الوصاية أستاذ محمد شاكر الخضير كلمني وبعد كده أعدت مع خالد دياب وشرين دياب فقعدت لما حكولي وابتديت أشوف صالح في الدناغي وهما بيحكولي لقيته لأ هو شخص يعني هو شخص رمادي لهو أبيض ولا سود لأنه احنا عندنا مشكلة أن طول الوقت الشخصيات في الأغلب يعني بتقدم يا أبيض يا سود يعني هو كوميدي يبقى بيدحك بس طب يا جماعة طب ممكن يبقى ماشي هدومه ماتت ولا خالته ورعت من بلكونة ممكن يعيط ممكن يعمل حاجة أو الله يبجد وما ينفعش واحد طيب هيبقى طيب طول الوقت كده عبيض يعني أنا بحب الشخصيات يبقى متلونة يمكن ده ساعات ما بيسعفنيش الحظ في الحاجات اللي بعملها أن أنا أقدم ده بس طبعا لما يجي لي فرصة زي دي وشخصية متلونة كوي شخصية رمادية ما بين الأبيض والأسود وعنده تفاصيل هو بيقوم بأفعال أنا عمري بشوفت صالح شرير أنا على فكرة أنا صالح كبني أدم ما بكرهوش لأنه هو بني أدم عادي جواء الخير وجواء الشر لما حصل أنه إعطاحت ضغوط تخليه يقوم بأفعال شر ما استناش أنت بتتكلمي في حلم حياته هو حلمه الوحيد المركب اللي بيأكل منها عيش وبسترزق منها وهو حسن حقه زي ما هي حق حنان تورس الشعور بأن ده حقه بالزبط فابتدى يقوم بأفعال شر حتى هو مش راضي عنها عشان كده كان بيرحل خطيبته في مشاهد مشاهد بقول لها أنا طريتاش هتزور ومن ساعتها مش عارفة ناب بسدت بإذن الله مفيش عمل ولا حاجة إن شاء الله هعرف مكانها وارجعها ودي هتعرف مكانها إزاي وإمتى كمان شهر ولا سنة ونمي هتعطوها تصبر كل ده ورحمة أخي أنا مستموت عشان رجعها يا مون أنا طريتاش هتزوره من ساعتها مش عارفة نام شهدت الزور على مين وانا متأكد مني سرقها عشان كده طريتها روح أقولي اني شفتها يا بتسرق مين دي اللي انت شهدت علىها زوره أنا مش فاهمة حلال حرام مرات أخوك ما كفهاش اللي بطلع لها من أراض المركب تنعد في الباقي الفلوس بتعمي هو مش بني أدم يعني مش بني أدم شطان يعني بس في نفس الوقت بيقوم بأفعال شر ممكن يقوم بأفعال شرسة جدا 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 بس بيجي عند حتة الأزياء البدنية دي ما مش عايز يعمل كده يعني جيه هو يعني هنقضع المركب وبتاع لما لقى عم ربيع قال له انت رجل كبير مش عايز أبهديلك يعني هو مش وقح يعني بس هو عليه ضغوط خليته كده وعنده جانب إنساني بيحب خطبته جدا بيحبها بجد يعني بيحبها حب أسطوري جدا أفلطوني جدا وعايز يتجوزها وعايز يحصل عها بأي طريقة وبيروح له عند الكوافير وقول لها ما عمش عد يتجوزك غيري أنا مش حسيبك يا مونة ومش تبي الحد غيري ما حدش هتجوزك خير يا مونة تجنيك لاش هتجوزك خصفر عدومك وخصفر عدد كنتي كمان انت سامعة وبيحبه ولاد أخوه وجدا أول ما شاف الواد أصلا لما شاف الواد في محطة القطر نسي إن في مركب وفي بتاعه وبتاعه بيحضونه بأبوية جدا فهو شخصية مغرية قوي 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 فهو حسيت له لعمة هينفقى هيدة اللي أعملها السنة هي لازم أعملها وبصراحة أنا لا أشكر طبعا أستاذ خارد دياب والأستاذ أشرين دياب وأستاذ بحمد شاكل الخضير إنه وقع اختياره علي دي حاجة تشرفني جدا وإنه أشتغل جنب العظيمة ومونة زاكي دي حاجة يعني حاجة فخر ليه يعني وإن أنا ننجح جنبهم دي حاجة طبعا كبيرة بالنسبة لي الحقيقة آه والله يا دياب انت بجد أنا طول وقت كتعملها يعني برضو نفس الإحساس إن أنا ما بحبش الملطوش لفرشة بيضة أو فرشة سودة واخد بوكه البني أدمين مش كده إحنا مش كده يعني إحنا بقى أنا واحد إن مفروض إن أنا كبني أدم يعني عن الناس اللي بيعرفوني مش متصنف شرير يا متصنف أهبا مش متصنف شرير خالص بس لما بتعصب بقى بقى وحش جدا 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 واشي بيقلب وعناها بتحمره وبقى وبقى بيتعوج وليه لسودة فإحنا بني أدمين بشرة لما يقع علىنا ضغوط ممكن نقوم بأفعال ما ينفعش نقوم بيها في العادي بس أكيد إنت ما كنتش متوقع كمية المجهود الغير بشري اللي عملتوه إنتو بتعاينه مثلا يعني إنت دايما كنت بتقول مثلا إنه إحنا تعبنا كلنا المسلسل ده باين مش مسألة والله إحنا تعبنا قوي في التصوير يعني لا إحنا تعبنا دي جملة مهزبة مهزبة جدا بس إنتو وإنت كمان بتقول بينك فار يعني إنك إنت برضو عادل في حكمك إنه إحنا فعلا تعبنا لكن مش زي الكرو أبدا اللي هو وراك كاميرا لأن ده بقى دولة شافوا المرارة هو إنت حضرتك متخيلة إنه في وسط البحر بيطلع عامل إضاءة يطلع مسافة مثلا بتاع التلات أدوار عشان يحط لمبة عشان تنور الناس عشان حاجات لا 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 موضوع إن الكاميرا مان أو مدير التصوير حطت كاميرا 65-70 كيلو على كتفه ووقفه المية عمالها تعمل كده وبتاعدها تمرين أحمال أصلا يفرتك عضلاته الأمامية والخلفية ووسطه وكل حاجة فالناس قاموا وكروا الإخراج والناس دي لازم تبقى فائقة ومفتاحة جدا وصحية جدا وبيشتغلوا 12 و 16 ساعة في المية لأن انت بتخلي تعملي مشهد مشينفع تخرجي بره في نصه طبعا لازم تخلصي وتخرجي طبعا وبيدخلوا إمكاننا الحمد لله رب العالمين إنه كانش عندي مشهد في البحر يعني أنا أعتبر المتدلع اللي فيه